تناوله كثير من الفلاسفة لأنهم يقيمون اختلافاً في التواصل بين البشر عبر الرسائل الألكترونية مثلاً أو عبر المكالمات الهاتفية أو عبر الحديث وجهاً لوجه الحديث وجهاً لوجه أنت لا تتلقى فيه معاني الكلمات عبر اللغة بل عبر تعابير الوجه أيضاً ونبرة الصوت وحركات الجسد وغير ذلك هذه الفلسفة حقيقية وموجودة وتؤثر في بني الإنسان ولذلك في هذه الأيام نحن لسنا بحاجة إلى مزيد من التواصل الألكتروني لحل الأزمات السياسية بل إلى مزيد من الحوار وجهاً لوجه هذا هو المطلوب خاصة بين الإخوة في موضوع آخر أيضاً حث الوزراء سيد رئيس مجلس الوزراء حثهم على العمل في ظل هذه الظروف الصعبة بلا موازنة وكما نقول دائماً نعمل حتى اللحظة الأخيرة من أجل تقديم الخدمات إلى العراقيين للناس احتياجاتها المؤكدة كل يوم ولا يعنيهم كثيراً أن هناك خلافات سياسية تعصف بالبلد هناك خدمات أساسية وحاجات أساسية يجب أن تقدم والحكومة مسؤولة عنها وبالتالي نحن نعمل في ظل هذه الفلسفة وفي ظل هذا الفهم وفي ظل هذا البرنامج استضيفت اليوم السيدة طيف سامي وكيل وزارة المالية لمناقشة حلول مستقبلية لحكومة تعمل في ظل عدم وجود موازنة وطرحت في هذا الشأن مجموعة من الأفكار ناقشناها استعداداً لبرامجنا المستقبلية كانت هناك بعض الفقرات العالقة أيضاً اتخذت فيها قرارات ولذلك واحد من القرارات هذه وهو تمويل وزارة المالية مستحقات العلوميين هذا قرار مهم وبقي فترة طويلة مؤجل للأسف الآن خولت وزارة المالية بهذا القرار أن توفر وتمول مستحقات العلوميين حسب الآلية المتبعة بقرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2022 وذلك إما من النفقات التشغيلية للدوائر دوائر الصحة أو من إجمال الإنفاق الفعلي للدولة كانت هناك أيضاً حديث لسيد وزير التخطيط الدكتور خالد البتال عن مسألة الرقم الوظيفي هذا الموضوع أساسي ومهم في هذه الحكومة وكان قد قدم سابقاً إلى مجلس الوزراء اليوم السيد وزير التخطيط قدم تطورات عمله وعمل كادره في وزارة التخطيط في هذا الملف وإن شاء الله ماضون إلى إنجازه قريباً لأنه الرقم الوظيفي ينظم أعمال الموظفين وبياناتهم ورواتبهم وهذا التقاطع في مسائل كثيرة يحل عبر هذا الرقم كان هناك أيضاً قراران يتعلقان بزيادة رأس مال شركتين عراقيتين الأولى تخص وزارة النفط وهي زيادة رأس مال شركة نفط الشمال هذا الشركة التابعة إلى شركة النفط الوطنية العراقية زيادة رأس مالها بمبلغ 512 مليار دينار عراقي وأيضاً زيادة رأس مال الشركة العامة تجارة السيارات والمكائن بمبلغ 10 مليارات شكراً جزيلاً اشتركوا في القناة